إمام عشور إن شاء الله بإذن الله أموره ماشية بشكل جيد عمل عملية بيأهل خلال شهر ونص إن شاء الله بإذن الله أو على أكثر تقدير شهرين يكون موجود كورة في الملعب نتمنى له إن شاء الله بإذن الله التوفيق نتمنى له إن شاء الله بإذن الله رجوع بالسلامة طبعاً هيبقى صعب إمام عشور يكون موجود مع الكابتن حسام حسن في المباريات القادمة حصل تواصل مع الجهاز الفني مبارح للكابتن حسام حسن وكان فيه حديث مبارح مع الكابتن خالي الغندور على مسألة الدورة حيطلع لحسام حسن حاجة ولا لا حسام حسن ما روش حاجة غير إنه يطلع من الدورة الممتاز تاني تاني تصريح من الجهاز الفني للكابتن حسام على مسؤولية الشخصية حسام حسن الفترة الجاية ما روش حاجة غير إنه هو يطلع وجوه جديدة من الدورة الممتاز لأن حسام حسن إما اتسأل في الساعات الماضية هو الكابتن إبراهيم قال كابتن حسام كلقاتي أنا مش جاي عشان أخذ المحترفين اللي برة وضم عليهم الكم لعيب اللي جوه المعتدين واشتغل نفس القصة طب أنا هطلع إيه والدوري ده ما ينفعش ما ينفعش ما يطلع ليش حاجة ما ينفعش ما يطلع ليش حاجة فحسام حسن شايف إنه هو إعلان الدوري مش هطلع لي ده يبقى المكانة أفلت الكشكة أفل المحل اللي بيبيع اللعيبة خلص حسام حسن بيدي إعلان على مسؤولية الشخصية اعتبروا ان ده تصليل حسام حسن الباب مفتوح أمام كل اللعيبة مصر اللي هيقصر الدنيا حسام هياخده وحسام أصلا قلبه ميت يعني يدفع بأي لعيب في أي وقت ما عندوش أي قصة على فكرة البطولة اللي فاتت دي البطولة اللي فاتت دي تحسب بمية في المية لحسام حسن واحد يقول يتحسب له ازاي ده خسر من كرواتيا وقصين زولندا حسام حسن كان عنده الاختيار مايلعبش والتحاد الكرة قالوا له ما تلعبش براحتك خالص ويجي على ماتشة ريستة ماتشين يكسبهم ووصل بالنسبة كبيرة كاس العلم وتعشد اختار الطريق الصعب اختار الطريق الصعب فلازم فلازم ان احنا نحترم الاختيار ونساند في القرار عشان بعد كده ما نقلقش كل واحد العب ليه بقى يا عم وواجه دماغ ليه بقى يا عم العب انا بدي نداء اهول حسام حسن العب ماتشات طييلة والعب ماتشات كبيرة واكسب واخسر وما يهمكش محدش هيتعلم ومحدش هيستفيد غير من المكسب ومن الخصارة فدي لقاءات ودية سيبنا بقى من لقاءات الودية الضعيفة واللقاءات الودية اللي ما بتطلعش حاجة العب العب وهاجم والعب كرة واكسب واخسر عادي انا مساند حسام حسن جدا في التجربة دي وفي قرار اللعب للبطولة دي في قرار اللعب في امور فنية من حق كل الناس الفنيين ان هم يتكلموا وكل واحد يقول وجهة نظر واحنا مش في خناء ده ما تقولش وده اقول وده معطر عند حضرك اعتراض على حسام حسن فني قول لربما ان هو يستفاد على فكرة حسام بيعمل اكيد حاجات صحة وحاجات غلط عادي يعني كابتو حسام مفيش قصة فالامور الفنية كل واحد يقول وجهة نظره كيف ما يشاء في الاخر انت عايز صالح العام قول كابتو حسام ياخد الكويس يسمعه يستفيد منه وياخد الوحش مفيش قصة عادي يعني عادي ولكن المساندة في التوئيد ده وجبة وقرار حسام حسن بالمشاركة هو قرار من وجهة نظري قرار رائع جدا 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 اشتركوا في القناة